المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار راية يصحبكم خلالها علي الموسى والبداية دوما بأبرز العنوين قدمنا هذه التعديلات مما تساهم في الرفع الإقاف يحق لكل من صدر قرارا إداريا بسحر أو إسقاط أو فق جنسيته الطعن أمام القضاء الإداري التشرعية تفوض القضاء بالجنسية وضوء أخضر لتعديلات رياضية العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية تتصدر مباحثات كويتية تركية هواجس نقعة الشملة تسابق الإغلاق وتنعكس سلبيا على الأسواق إذا ساء الرجل فأحسنت المرأة انتهت المشكلة إذا ساءت المرأة وأحسن الرجل انتهت المشكلة الرأي يحمل ملف الاحتداء على الأزواج إلى محراب الشريعة غلصة الذكريات تغلف تهنيئة المهدات لست الحبايب في عيدها تطوران الأفتان حفل بهما أن شاط البرلماني واليوم تمثلا بموافقة لجنة شؤون تشرعية والقانونية على تفويض القضاء فيما يتعلق بقضية سحب الجنسية بينما خرج بصيص أمل وتفائل رياضي تشرعية من أروقة لجنة شباب والرياضة التي التأمت بحضور حكومية مترجمة الجهود والمساع الرامية لحل أزمة الإيقافة ولم يخلو النشاط البرلماني هذا اليوم من التلويح بالمساءلة بالإضافة إلى مكترحات معلنة تخص المرأة الكويتية وتصريحات مستنكرة للاحتفال بعيد الأمة من زاوية شرعية رباب الداحة والتقرير التالي وفقت لجنة الشباب والرياضة على تعديلات ستساهم في رفع الإيقاف الرياضي على حد قول رئيس لجنة النائب سعدون حماد الذي شرح في مؤتمر صحفي أبرز التعديلات على القوانين الرياضية التي صوتت عليها اللجنة قدمنا هذه التعديلات مما تساهم في رفع الإيقاف تم تحديد اجتماع قادم يوم السبت لمناقشة الاختراحات بقوانين ومشروع الحكومة والتعديلات حاليا على روح القانون رقم 26 لجنة الشهون التشريعية وافقت بدورها على تعديل قانون المحكمة الإدارية ببسط سلطة القضاء على صحب وإسقاط الجنسية يحق لكل من صدره قراراً إدارياً بسحب أو إسقاط أو فق جنسيته الطعن أمام الغضاء الإداري ومن لجنة المرافق العامة خرجت الموافقة المبدئية على اقتراح يقضي بعدم قطع التيار الكهربائي إلا بحكم المحكمة كان الاقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي على المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي وافقنا عليه من حيث المبدأ في الجلسة الماضية وأبقيناه على جدول الأعمال والاستطلاع آراء الأخوة مقدم الاقتراح على الأسباب التي أبدوها الحكومة وبعيداً عن اللجان وتفاعلاً مع اعتصام الموظفات من أبناء غير محددي الجنسية في مستشفى الجهراء هدد النائب عبد الكريم الكندري وزير الصحة بالمسائلات السياسية وزير الصحة تتحمل مسؤولية هذا الملف وأكون معاك صريح أرزاق العالم ملعبة وإذا ما شفت منك حل سريع لهذا الموضوع صدقني لن أتردد أن يحطك على منصة لأن الرزق الناس أولى شي عندنا مثل ما ندافع عن جيوب المواطنين وعدم المساس برزقهم هذولاً أخواننا واختام اليوم البرلماني مع تصريحاً للنائب محمد هايف المطيري الذي قال فيه إن الاحتفال بعيد الأم هو بدعة غربية لا يجب التمسك بها مطالباً بتكريم الأم من خلال الموافقة وإقرار التشريعات التي تخدمها يطالعنا العالم في كل عام تقريباً بما يسمى بعيد الأم وهذا لا شك أنه مخالف للشريعة الإسلامية التي نصت على منع التقليد الأعمى للغرب تكريم المرأة بشكل عام والأم بشكل خاص يكون بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات العلاقة الكويتية تركية وسبل تطوير وتنوية شراكة القائمة محور المباحثات التي أجرها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنكرة والتي شهدت مراسم استقبال حافلة للأمير بمناسبة زيارته الرسمية لتركيا كذلك تناولت المباحثات أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية كذلك تبادل الأمير والرئيس التركي تقليد الأوسمة فيما وقع الجانبان عدداً من الإتفاقيات منها منح الإسهام في خطة الإسجابة لأزمة اللاجئين السوريين في تركيا ومذكرة تعاون عسكري وسياحية وفي أنكرة بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أرس صالح مع نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شمشيك إنشاء منطقة صناعية تجارية لخدمة القطاع الخاص التركي وقال صالح إن ثمت رغبة من الجانب التركي لتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز وجوده بدولة الكويت سيما لسفادة من موقعها الجغرافي للوصول إلى الأسواق المجاورة لها إضافة إلى الأسواق الآسيوية على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباطة قال رئيس مجلس الأمة مرزق الغانم إن كلمته أمام المؤتمر تضمنت أهم توجهات مجلس الأمة والمنبثقة من سياسات أمير البلاد لافتا إلى أن كل لعضة يتوافقون على أن السياسة الخارجية الكويتية حكيمة ومتزينة وذات مردود نجابي كذلك أشار الغانم إلى أن مشاركات الوفد الكويتي كانت فعالة ومتميزة وافقت السعودية على زيادة عدد الحجاج الكويتيين من 6400 حاج إلى 8000 حاج لموسم الحج المقبل وقال رئيس بعثة الحج الكويتية وكيل وزارة الأوقاف المساعد للتنسيق الفني والعلاقات الخارجية والحج إخليف الأذينة إن بعثة الحج الكويتية لم يسجل على أدائها أي ملاحظات في الموسم الماضي بمناسبة مرور 65 عاما على مسيرة التخطيط في الكويت نظم المجلس الأعلى للتخطيط احتفالية خاصة برعاية أمير البلاد وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك فيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيحة حرص الحكومة على عمل المجلس الأعلى للتخطيط وأخذ مشورته في القضايا كافة وخلال رعاية افتتاح مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك أن الخط الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي يقع على عاتق الأسرة جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنها وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح خلال افتتاح المؤتمر فلا شك أن الخط الأول لحماية أطفالنا يقع على عاتق الأسرة وتحمل الوالدين مسؤوليتهم لحماية أبناؤهم عن طريق تعزيز الرغابة الأسرية لمواقع التي يقومها أبناءنا بتصفحها كما أن المؤسسات التعليم ومؤسسات وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أكد نجاح تجربة الكويت الإنسانية في رعاية المصابين بالتوحد وريادتها تصريح الجبري جاء على همش افتتاحه الملتقى الخليجي للتوحد الكويت دائما سباقة في هذه الأعمال حاصة أن هذا الملتقى الأول والتجربة الكويتية دائما تجربة إنسانية وتجربة ناشئة لهذه الفئة فئة أبناءنا المصابين بالتوحد والحمد لله تجربة الكويت منذ 23 عام وبدأت أيضا التجربة الرائدة أيضا انتقلت إلى دول الخليج واليوم نشوف في مركز الكويت للتوحد هو علامة من علامات الكويت الإنسانية غدت أن عقاد اجتماع طارئ للجمعية العمومية الاتحاد الكويتي لصيادية الأسماك والتي ناقشت داعيات قرار إغلاق نقعة الشملان أول أبريل المقبل انعكست مخاوف القرار على السوق المحلية فيما أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة ندرة في الأسماك المحلية الطازجة وهو الأمر الذي أثار عددا من التساؤلات حول مصير أسعار الأسماك المحلية ومدى توفورها خلال الأيام القليلة المقبلة وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس الاتحاد الكويتي لصيادية الأسماك الظاهر لصويان بداية أخ ظاهر هل فعلا بدأت تداعيات ومخاوف قرار إغلاق نقعة الشملان تنعكس على السوق الكويتية قولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وجه تحية لك شخصيا أستاذ والأخوة القائمين على قناة الغي بداية نحن نتمنى أن لا يكون هذا الأمر صحيحا ولكن نحن كدورنا وكواجبنا الوطني وأمانا لملقع على عاتقنا أن نحن نوفر الأمن القذائي من مصيدنا يوميا بالأسواق للمستهلكين ولسنا نحن مما يطالب في الغراب أو العصيان أو الفوضى هذا الأمر طبعا مرفوع بتاتا من قبل الأخوة في أعضاء مجلس الدارس اتحاد الصيادين والأخوة إن شاء الله الجميع العموية يكون متفهمين هذا الأمر بعد اجتماعنا بالأمس مع الأخوة أعضاء الجميع العموية لكن هناك توجه وطبعا توصية من قبل البيئة لمجلس الوزراء أن يتم إقلاق نقعة الشملان أو تفعيل قرار 2004 اللي هو تكون نقعة الشملان تراثية نحن لا نمانع في إقلاق نقعة الشملان إذا كان هذا فيه مصدح للوطن وكان وجودنا فيها يسبب خطورة أو يسبب ضرر ولكن نطالب أن يكون هناك بديل قبل نقل الاسطول المتواجد في نقعة الشملان ما هو المطلوب الآن لعادة الاستقرار والتوازن إلى السوق المحلية؟ إن شاء الله إحنا في دورنا بإذن الله طبعا وجهة أمس لنا دعوة أيضا كريمة من مجلس الوزراء باجتماعنا يوم الأحد في لجهة الخدمات ساعة واحدة القهر وراح نبدأ إحنا طبعا وجهة نظرنا وإحنا طبعا ليس لدينا ما لعمل الخروج لكن يكون هناك بديل مناسب ومكتمل الخدمات لأسطول البحر الكويتي اللي موجود في نقعة الشملان إحنا ما زلنا مستمرين في عملنا رغم الظروف ورغم المشاكل ورغم قلة الدعم للقطاع السمكي ولكن إحنا دورنا الوطني قاعد نقوم بتوفير الأمن القدائي للمستهلكين في السوق يوميا طيب سأظاهر ما هو سبب ندرة الأسماك في الأسواك حاليا؟ طبعا إحنا نعتمد على مواسم أستاذ الكريم طبعا المواسم تعتمد وطبعا نعتمد على طال عمرك السجي والثبر والحمل والفساد نعتمد على الأمر هذا وإن شاء الله إحنا بداية موسم قادم حتى الآن ما بدأ الموسم يعني مثل ما تقول لزبيدي والشيوم ونقعوبة إحنا لحيث الآن بداية موسمة لكن إحنا قاعدين نتصور لو إنه تم إخراجه من النقعة وتم تعطيل هذه اللنجات وهذه الطراريط فالسوق طبعا من الطبيعي راح يتضر لأنه راح نضطر نقف قصرا وإجبارا لأنه ليس لدينا بدين وأعتقد أن هناك أيضا في توجه بإخلاء السكن الصيادين في واحد أربعة وأيضا أن الصيادين ما عندهم مأوى لهم وأعتقد الأغلبية راح يضطر من يسافر إلى بلد نعم رئيس الاتحاد الكويتي لصيادية الأسماك ظاهر صويان شكرا جزيلا لك اسكملا لملف الراية الذي يتناول حالات الطلاق الناجمة عن العنف ضد الأزواج طارق الراية اليوم أبواب الشريعة الإسلامية مستقصيا الراية الشرعية وحقوق وواجبات زوجين في مثل هذه الحالات تقرير خالد الفارس كي ينعم الزوجان بحياة أسرية هادئة لا بد من أن يعرف كل واحد منهما ما عليه من حقوق وما هو مطلوب منه من واجبات كي لا تصل بهم الأمور إلى حد الطلاق حيث أصبحت حالات الطلاق في الآوينة الأخيرة تسجل زيادة في أعدادها لو أن الإنسان ينظر إلى زوجته أو الزوجة تنظر إلى زوجها أنها تتعبد لله بنصحه بمحاولة توجيهه بصبر عليه اللي يحصل هو الحقيقة أن هناك تنازع في الحقوق الزوجة تقول أخذ حقي والزوجة أخذت حقي فهذا التنازع في الحقوق لا يؤدي دائما إلى نشوب المشاكل والطلاق إلى آخر وقاعدة الزواج الكبرى هي دفع السيئة بالحسنة يعني إذا ساء الرجل فأحسنت المرأة انتهت المشكلة إذا ساءت المرأة وأحسن الرجل انتهت المشكلة لكن إذا أساء هذا ثم قابلت الإساءة بإساءة زادت المشكلة وكبرت ثم كسرها طلاقها أنا أقترح أنه لا يتزوج رجل بامرأة إلا يمر بدورات شرعية ونفسية ودورات مهارية في تعلم الفن الزوجي الفن الحياة الزوجية اللي يحصل أن الرجل يتزوج وهو لا يعرف المطلوب منه وواجباته والمرأة كذلك ما تعرف ما هو حقوقها وواجباتها وفي حالات العنف ضد الزوج من الزوجة يحق للزوج من وجهة نظر شرعية اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق نتيجة الاعتداء الواقع عليه قضية اعتداء الزوجة على الزوج الحمد لله لم تصل حد الظاهرة أو المشكلة الكبرى بل هي حالات شاذة ونادرة على مجتمعنا الأصل الحمد لله بقى الاحترام بين الزوجين والمرأة تعرف حقها وقد قال الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهن درجة درجة الولاية وحق الزوج على الزوجة عظيم ومثل هذا يعتبر من كبائل الذنوم من تعد المرأة على زوجها لكن لو حصل في حالات شاذة مثل هذا فالزوج هو صاحب حق الطلاق يجوز له أن يطلق يجوز له أن يذهب إلى القاضي ليبين سبب طلاقه حتى لا يترتب عليه حقوق قد يكون بعض النساء تتعمد ذلك لتأخذ طلاقها وفي نفس الوقت حقوقه حقوقه من الرجل يعني واضح أن من تفعل ذلك فهي لا تعرف حق زوجها وواضح أنها يعني لا تخشى الله سبحانه وتعالى في هذا الزوج أوجب الإسلام على الزوج حقوقا تجاه زوجته وكذلك العكس فإذا عرف كل طرف حقوقه وواجباته وقام بها على أكمل وجه تحقق الوئام والسعادة في الأسرة خالد الفارس الرأي وبالعودة إلى عيد الأمة وبعيدا عن الجدلية الدينية والتي تطرح نفسها كل عام حول مدى مشروعية الاحتفال من عدمه رصد الرأي بعض الأراء الشعبية وسفر مع الذكريات عبر أثير المشاعر الصادقة والتهنئة المهدى لست الحبايب ابتسار رمال وتقرر التالي ست الحبايب هذه أحلى أغنية عندي ينم أمي كانت تقولها لي دموع صادقة ذرفتها هذه الأمة لحظة تذكرها لوالدتها التي رحلت ولكنها ترى في عيد الأمة أجمل مناسبة تعبيرا عن الحب والوفاء لتضحيات ست الحبايب هذه الدمعة تنزل حق أمي يعني مو هينة بالعكس هذه أحلى هدية إلي أنا لما تنزل هي ست الحبايب ما في غيرها تجعيد الزمن لم تنسي هؤلاء مراحل الطفولة التي أمضوها مع والدتهم فمنهم من أراد تكريم الأم في بيته ولكنها فارقت الحياة قبل تحقيق حلمه أنا أنا واحد من الناس كنت نشوف عن قرفة حق الوالدة الله يرحمها نحن بيتنا برميثية راحت الله خذها إمالة قبل لا تسكن عندي ففي ذكرى يعني لها لابد أشجع أطفالي أولادنا الحين بالحاضر على أساس أنه يهتمون في العيد الأم الذكرة لنا هي كلمة الوالدة الله يرحمه بغي تقنى هي توقف جد دائما يعني هذه ما تنسي وهناك من تيتمى وهو صغير ولكنه لم يتمكن من نسيانها ويبقى دعاء الأم هي ما يتذكره هذا الرجل في كل صباح اللي عنده أم اليوم هلا هلا بأمك يقول لك يا ولدي عندنا مثل يقول لأبو يتم لكن الأم الضيئة من أطلع من أي دعاها نعم مثل ما قال الله طالعيابك يحفظك مثل يوديك يحفظك يا رجعك إن شاء الله كلمات لامست القلب من هذا الرجل الذي يحن إلى حنان أمه هذه الأم والأم كل شيء الأم حنان والأم رحمه أسأل الله أن يرضيهم عنه بس هذا إن كانت أم مثالية مثالية علمتني القرآن حنين الطفل إلى محالي بأمه هالشكل الطفل شون يحب ديد أمه هالشكل إنسان يحب أمه وأبو والأم أكثر الأم اللي هي تعبت أم اللي كل شيء وأجمل عدية تتلقاها الأم هي رؤية أولادها في أمان فرح كل شيء بالنسبة حقهم حقي كل شيء يعني أستانس عليهم عيالي يبولي عند الأم يون ولكن هل يمنح الأولاد أو الرجال الوقت الكافي لأمهاتهم في هذا العيد؟ ثلاثة أيام أقل ما فيها بشار إن شاء الله وهذا يوم سعادة لي إن شاء الله عسى الله يخليها لي إن شاء الله يطول بعمرها ولولا الدوام وشغالنا يعني كل أيام يكونوا إياها إن شاء الله أنا ما عندي يوم عيد يوم كل أيام يعيد الأم بالنسبة لها يعني يوميا كل يوم أمر أشوفها إذا معني فيه ظروف مثلا يوم بكرة يوميا أكون عندها مهما قلنا من كلمات فإن اللسان يعجز عن التعبير لهذا المخلوق وتبقى الأم هي روح الحياة ونبع الحنان والقلب الصافي والتعزية في الحزن والرجاء في اليأس والقوة في الضعف ابتسام رمال الراي وليس ببعيد عن الأمهات فقد احتفلت مدرسة البكالوريو الأمريكية بعيد الأم حيث تضمنت الفعالية جملة من الفقرات الترفيهية والتراثية والتوعوية يوم جميل للتعبير عن مشاعر تجاه هؤلاء الأمهات اللي كان لهم بصمة في حياة أي طفل في حياة أي طالب فأنا سعيدة أني أجمع كل أم مع أبنائها وكل إنسانة كان لها دور في وضع بصمة في حياة أي طالب أو طالبة في المدرسة كمثل من تشاهدين كان يوم جميل وسعيد جدا وأتمنى لكل الأمهات الخير وكل عامهم بخير بإذن الله ستون ألف وحدة سكانية خلال الخطة الخمسية تابعونا في صفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير من جديد أهلا بكم خلال اللقاء التعرفي عن طرح الفرص الاستثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصفحة الأحمد أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبول أن المؤسسة العامة للرعاية السكانية وضعت خطتها الخمسية الممتدة لعام 2019 والتي ستقوم خلالها بتوزيع ستين ألف وحدة سكانية وضعت المؤسسة ولله الحمد خطتها الممتدة لعام 2019 والتي ستقوم خلالها بتوزيع ستين ألف وحدة سكانية كما تقوم المؤسسة بتطوير خدماتها المتنوعة سواء في أنواع الوحدات السكنية المقدمة أو في وسائل التمويل وآلياته التي يقدمها بنج الاعتمال الكويت طائرة العميدة تحلق باللقب الثاني التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم ما عاد إلى أرض الوطن قبل قليل الشيخ طلال الفهد بعد انتهاء المرحلة الأولى من رحلة علاجه في العاصمة البريطانية لندن وكان الشيخ طلال قد أعلن في بيان له قبل أيام أنه سيغادر لندن متوجها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك العمرة قبل أن يعود إلى الكويت بعد أن أنهى المرحلة الأولى من العلاج والتي أكد أنها تكللت بالنجاح وأنه يتشوق للعودة إلى البلاد بعد أن حقق لقب بطولة الدورية العامة تمكن فريق الكويت من إحراز لقب بطولة كأس الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة في نسختها التاسعة والاربعين ليضيف الأبيض اللقب الثاني عشر له في تاريخ المسابقة بعد تغلو بها على نظيره العربي في المباراة الهائية بثلاثة أشواط نظيفة ليحقق الثنائية هذا الموسم أثبتنا للناس أن فريق نادي الكويت ما أخذ الدوري عن فراغ بجدارة وهذا تثبيت أننا أخذينا الكاس واستحقين الدوري أضيضا للكاس مباراة اليوم ما هي مباراة سهلة ولا هي مباراة صعبة من نفس الوقت العربية لها احترامة لها تقديرة يمكن عندها عناصر ناكسة اليوم والحمد لله رب العالمين نحن كنا متجهزين حق فريق العربي حق النهاي تجهيز صح وأمورنا كانت زينة وتجهيز ما تجهيز لأنه أولا بداية الكاس كان عندنا تأخير لعبنا مع فحيحيل بعد أن لعبنا مع كاظمة كان مستوانا مزين المدير ما رضى علينا زاد على جرعة التدريب ودشنا الكاس النهاي تدري الفاينل ما يبي لأي قلطة والحمد لله رب العالمين وفقنا هذا استحقاق جاي من تعب صار لسنين من بداية الموسم وإحنا أثبتنا قلنا أو يعني أصرينا أن نحن نبي نكون ما نرضى لبرقم واحد والحمد لله هذا الدوري خذيناه وإن شاء الله هذا الكاس وإن شاء الله باقي علينا السوبر هارد لكنادي العربي قدم بارات ولكن طبعا اللي عطانت فانتجنا احنا طبعا أخرنا بطولة الدوري وإحنا نطمح للثلاثية الأمانة فاليوم بارات عطاناها يعني ما تهولنا فيها لآخر شيء أعلن رضا معرفي أمين السر العام بنادي القادسية أنه سيفعل قرار الانسحاب من بطولة كرة السلة للموسم الجاري رسميا وذلك اعتراضا على سياسة الأجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد الكويتي للعبة وظلمها للنادي في العديد من القرارات حسب ما يدعيها قرار الانسحاب جاء عقب قرار لجنة المسابقات بإيقاف أربعة لعبين من لعبي الفريق بعد أحداث الشغب التي شهدتها مواجهة الأصفر مع الأبيض في الجولة الأولى من القسم الثاني لدور السلة وقبل ختام نشراتنا إلى هذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي يوتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة